بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الجذور للسنة الأولى ثانوي رقم واحد حيث قال واحد حول كل نسبة من النسبة التالية إلى نسبة مقامها عدد ناطق عندنا 2 على 3 ناقص جذر 5 و8 ناقص 5 ناقص جذر 3 و1 على جذر 6 ناقص 1 و1 على 3 ناقص جذر 2 و3 على جذر 5 ناقص جذر 2 و4 زائد جذر 3 على 2 ناقص جذر 3 و1 زائد جذر 7 على 3 ناقص جذر 7 و3 على جذر 7 زائد جذر 2 وجذر 2 على 1 زائد جذر 2 ناقص جذر 3 وجذر 2 ناقص 1 على 1 زائد جذر 2 ناقص جذر 3 ثم ثانيا قال قارن بين العددين أو بي بدون الآلة الحسيبة حيث A يساوينا 1 على جذر 8 ناقص جذر 7 وB يساوينا 1 على جذر 7 ناقص جذر 6 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق أبنائي في الحل حيث قال سؤال أول حول كل نسبة من النسبة التالية إلى نسبة مقامها عدد ناطق ومعنى عدد ناطق معنى خالي من الجذر إذن لاحظوا أبنائي وانتبهنا ننطلق بالمثال الأول الذي هو 2 على ماذا؟ على 3 ناقص جذر 5 هنا أكيد لما نجد هذه الكتابة من هذا نوع نفكر في شيء اسمه المرافق لاحظوا هكذا نقول 3 ناقص جذر 5 في مرافقهما هو المرافق أبنائي هو 3 زائد جذر 5 يعني A ناقص B في A زائد B إذن A ناقص B في A زائد B وفي البصد نكتب 2 فيه بما أنه ضربني في هذا العدد اللي هو 3 زائد جذر 5 بما أنه ضربنا في المقام علينا أن نخلفه في البصد اللي هو 3 زائد جذر 5 يعني إذا قمنا باختزال هذه معاذي نعود إلى نفس الكتابة حتى تفهموا الفكرة يا أبنائي كيف نستعمل المرافق المرافق إذا ضربنا في المقام كذلك البصد بحيث إذا قمنا بعملات اختزال نعود إلى أصل الكتابة الأولى بعدها سوف نتحصل على هذا الأمر هكذا 2 في 3 زائد جذر 5 أما في المقام سوف نطبق قاعدة متطابقة الشهير رقم 3 A ناقص B في ماذا فيه A زائد B يساوي أن A مربع ناقص B مربع معناه يصبح لنا هذا مربع آه مربع يعني ثلاثة مربع التي هي 9 ناقص هذا مربع جذر 5 يا أبنائي إذا ربعنا أي جذر إذا ربي عايزها بالجذر معناه يصبح لنا ناقص 5 إذن أعيد يصبح لكم هذا مربع اللي هو 9 ناقص جذر 5 مربع اللي هو كم الذي هو 5 بعدها نكبل تصبح لنا تسوي لنا 2 في 3 زائد جذر 5 على المقام الذي هو 4 نختزن من هنا 2 ومن هنا 2 وتصبح لنا 3 على زائد جذر 5 على ماذا على 2 ها قد تحولت هذه النسبة إلى مقامها عدد ناطق لأن الـ 2 عدد ناطق نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الآخر الذي هو 8 على ماذا على 5 ناقص جذر 3 هنا كذلك نفكر بنفس الطريقة في المرافق هنا تصبح لنا هكذا 5 ناقص جذر 3 مضروف في مرافقه الذي هو كم الذي هو 5 زائد جذر 3 والبسط هنا 8 في 5 زائد جذر 3 لأن المرافق هو 5 جذر 3 بما أن كتبنا في المقام نكتبه في البسط نطبق الآن كذلك هذه الخاصية أو المتطبقة الشهيرة يصبح لنا كم؟ 8 في 5 زائد جذر 3 والمقام يصبح لنا هذا مربع الذي هو كم؟ 25 ناقص جذر 3 قلنا التربيع للجذر دائما يذهب للجذر ناقص كم؟ ناقص 3 فتصبح لنا كم؟ 8 في 5 زائد جذر 3 على 25 ناقص 3 تصبح لنا كم؟ 22 يمكن أن نختزل من هنا 2 ومن هنا 2 فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 4 في 5 زائد جذر 3 على ماذا؟ على 11 ها قد الآن أنهنا مع المثال الثاني نأتي بعدها أبنائي إلى المثال 3 الذي هو 1 على كم؟ لهو جذر 6 ناقص 1 هنا أكيد كذلك بنفس الخطة إذن جذر 6 ناقص 1 في مرافقه كم؟ الذي هو جذر 6 زائد 1 في البسط هو 1 في جذر 6 زائد 1 نطبع كذلك المتطابق الشارق من ثلاثة إذن في المقام نصبح لنا جذر 6 مربع الذي هو 6 ناقص هذا مربع كم؟ إنه 1 والبسط يصبح لنا جذر 6 زائد 1 نصبح لنا جذر 6 زائد 1 على ماذا؟ على 5 وهو الجواب لأن 6 ناقص 1 هو 5 نأتي كذلك أبنائي إلى المثال الذي بعده الذي هو 1 على كذلك 3 ناقص جذر 2 يساوينا هكذا البسط المقام هو 3 ناقص جذر 2 في مرافقه وهو 3 زائد جذر 2 والبسط بحنا 1 في 3 زائد جذر 2 تصبح لنا كذلك تبقى المتطابق الشارق لرقم 3 تصبح لنا 9 ناقص 2 والبسط بحنا 3 زائد جذر 2 تصبح لنا 3 زائد جذر 2 على 9 ناقص 2 وهو المقام عدد كيف هو ناطق نأتي بعدها أبنائي إلى المثال الآخر كذلك الذي هو 1 1 على 3 زائد جذر 2 تصبح لنا تساوينا بنفس الخطة إذا نقلنا المرافق لهو 3 زائد جذر 2 في مرافقه الذي هو 3 ناقص جذر 2 والبسط هو 1 فيه 3 ناقص جذر 2 تصبح لنا تساوي إذن سوف نبعد هذه من الطريق إذن تصبح لنا تساوي هكذا المقام تصبح لنا هذا مربع الذي هو 9 ناقص هذا مربع الذي هو كم لهو 2 والبسط هو 3 ناقص جذر 2 وتصبح لنا 3 ناقص جذر 2 على ماذا؟ على 7 بعدها نأتي الآن إلى المثال الآخر الذي هو 3 على جذر 5 ناقص جذر 2 يساوي كذلك هنا المرافق لهو جذر 5 ناقص جذر 2 مرافقهما هو جذر 5 زائد جذر 2 هكذا نقول زائد جذر 2 والبسط هو 3 في جذر 5 زائد جذر 2 نفس الشيء نطبق المتطابقة الشهية رقم 3 يعني لاحظتم في هذه الأعمال كلهم متطابقة الشهية رقم 3 هي من تعمل عملها هذا جذر 5 مربع كم؟ إنه 5 ناقص هذا مربع كم؟ إنه 2 أما البسط بحيانا لو ننشر لو ننشر أو نتركه لاحظوا قبل أن نفكر في النشر ثلاثة في جذر 5 زائد جذر 2 يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا ثلاثة في جذر 5 زائد جذر 2 والمقام 5 ناقص 2 إنها ثلاثة نختزل هذا مع هذا نصبح لنا كم؟ نصبح لنا جذر 5 زائد جذر 2 وهو الجاوب نأتي بعدها أبناء إلى ناقص 3 على جذر 7 ناقص زائد جذر 2 بنفس الخطة نفكر قلنا في المرافق الذي هو جذر 7 زائد جذر 2 ضرب ماذا؟ ضرب جذر 7 ناقص جذر 2 وفي البسط بحيانا ناقص 3 في جذر 7 ناقص جذر 2 تصبح لنا تساوينا هكذا ناقص 3 في جذر 7 ناقص جذر 2 والمقام يصبح لنا متطابق الشعر هذا مربع جذر 7 مربع هو 7 ناقص هذا مربع كم؟ إنه 2 تصبح لنا هكذا ناقص 3 في جذر 7 ناقص جذر 2 والمقام يصبح لنا كم؟ يصبح لنا 5 حقا لأن تحولت مقام هذه النسبة إلى مقام عدد ناطق لأن الجذر 5 عفوا 5 هو جذر أو هو عدد ناطق أعذروني أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى المثال الآخر الذي هو 4 زائد جذر 3 على ماذا؟ على 2 ناقص جذر 3 يصبح لنا هنا كذلك بنفس الخطة هكذا إذن 2 ناقص جذر 3 ضرب ماذا؟ 2 زائد جذر 3 اللي هو المرافق والبسط تصبح لنا 4 زائد جذر 3 ضرب ماذا؟ ضرب 2 زائد جذر 3 لأن هذا هو المرافق فتصبح لنا ماذا العملية؟ تصبح لنا هكذا إذن نضع خط الكسرة تصبح لنا هذا مربع له كم؟ الذي هو 4 ناقص هذا مربع إذن هو عفوا هو الثلاثة أما البسط يمكن أن ننشر ركزوا جيدا أو نترك قبل عملية النشر تصبح لنا 4 زائد جذر 3 ضرب ماذا؟ ضرب 2 زائد جذر 3 أكيد تصبح لنا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 4 زائد جذر 3 في ماذا؟ في 2 زائد جذر 3 والمقام يعطينا 1 ونتركها إذن مقامها كم؟ 1 وهو الجواب فقط أبنائي نأتي كذلك الآن إلى 1 زائد جذر 7 على ماذا؟ على 3 ناقص جذر 7 يستمينا كم؟ إذن نضع خط هكذا إذن 1 زائد ماذا؟ جذر 7 ها هو البسط المقام نضرب في المرافق له هو 3 ناقص قلنا جذر 7 مرافقه ما هو؟ هو 3 زائد جذر 7 البسط كذلك بما أن نضربنا في المقام في 3 زائد جذر 7 نضرب كذلك 3 زائد جذر 7 هكذا تصبح لنا تساوي البسط هو 1 زائد جذر 7 قلنا 1 زائد جذر 7 ضرب 3 زائد جذر 7 المقام يصبح لنا هذا مربع الذي هو كم؟ الذي هو 9 ناقص جذر 7 قلنا التربيع للجذر دائما يذهب تصبح لنا ناقص 7 تصبح لنا هكذا 1 زائد جذر 7 ضرب 3 زائد جذر 7 على 2 ها قد تحولت يعني يقول أحدكم لماذا لم تكمل النشر يا أستاذ؟ لأن لم يطلبوا مننا عملية النشر قال اجعل نسبة نسبتها عدد ناطق وانتهت القضية من أراد أن يكمل نشر فيكمل لكن المقصد هو تحويل مقام هذا الكسر إلى عدد ناطق هذا هو هدف من التمرين عندنا ناقص 3 على جذر 7 زائد جذر 2 يصبح يساوينا هكذا إذن عندنا جذر 7 زائد جذر 2 نضربها في مرافقها الذي هو جذر 7 ناقص جذر 2 إذن هكذا ولنصبح ناقص 3 في ماذا؟ نضرب في المرافق الذي ضربنا فيه في المقام وهو جذر 7 ناقص جذر 2 تصبحنا تساوي ناقص 3 في جذر 7 ناقص جذر 2 والمقام يصبح لنا هذا مربع جذر 7 مربع هو 7 ناقص هذا مربع الذي هو كم الذي هو 2 تصبح لنا كم ناقص 3 في جذر 7 ناقص جذر 2 على ماذا؟ على ماذا؟ على 5 وانتهى الحساب فقط أبنائي بعد ما أنهينا مع هذا المثال نأتي الآن إلى هذا المثال لكن أركزوا معي إذن عندنا هكذا إذن عندنا 1 زائد الجذر 2 ناقص ماذا؟ الجذر 3 نضرب الآن في المرافق هنا لاحظوا وانتبهوا معي كيف يمكن بما أن هنا عندنا ثلاث حدود فيمكن أن نختار حدين نجعله حد واحد وهكذا ركزوا كيف تتمي العملية إذن نصبح لكم هكذا إذن مرافقه ما هو؟ يقول أحدكم لماذا لم تفرق هنا؟ يجوز أن تفرق هنا المهم هذه الثلاث حدود تفصلها إلى حدين مع بعض وحدا لوحده آه ماذا؟ ما هو المرافق الآن؟ كيف يصبح؟ يصبح لكم هكذا يصبح لنا المرافق هو واحد زائد جذر اثنان ثم زائد جذر ثلاثة ها هي آ ناقص بي في آ زائد بي إذن لما تجدوا ثلاث حدود يجعلوا حدين حد واحد والآخر إذا قالوا واجدنا أربعة نقسمهم اثنان إذن نصبح لنا آ ناقص بي في آ زائد بي حتى تفهموا الفكرة أما البسط هو جذر ثلاثة وعفوا هو جذر اثنان ونكتب ها هي القيمة التي ضربنا فيها نعيد كتابتها فتصبح لنا ماذا تصبح لنا واحد زائد جذر اثنان ثم زائد جذر ثلاثة كما تلاحظون إذن أعيد آ ناقص بي في آ زائد بي بما أنها هو المرافق كذلك عوضنا في البسط فتصبح لنا تساوي نأتي الآن ونضع خط كسرها كذا البسط نتركه اللي هو جذر اثنان في واحد زائد جذر اثنان زائد جذر ثلاثة أما المقام فيصبح لنا مربع الأول يعني يصبح لنا واحد زائد جذر اثنان مربع ناقص مربع الثاني يعني ناقص جذر ثلاثة مربع التي هي ثلاثة نكمل أبناء تصبح لنا تساوي نضع خطها كذا خط الكسر تصبح لنا جذر اثنان في واحد زائد جذر اثنان زائد قنا جذر ثلاثة والمقام كذلك هذا عبارة المتطابقة الشهيرة كم هذه المتطابقة الشهيرة رقم واحد ننشرها كل مربع الأول زائد مربع الثاني ولما نربعه وكامع يا üç زائد ضعف الجدائ ثم ناقش ثلاثة إذن أعيد أبنائها إذا عندنا واحد وريكزوا الكل مربع ما هو المربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجداء هذا إذا ربعنا كامع أو два ويعطينا إثنان حتى تفهموا الفكرة فتصبح لنا هذا مع هذا سوف يذهبا مباشرة لأن زائد ثلاثة نقص ثلاثة ثم تصبح لنا إثنان في عفوا في واحد زائد جذر إثنان زائد جذر ثلاثة والمقام كذلك يصبح لنا إثنان عفوا هنا جذر إثنان أعذروني هنا جذر إثنان إذن هذا ما يبقى لنا ثم يمكن أن نحرف هذا مع هذا مباشرة فصبح لنا كم؟ صبح لنا واحد زائد جذر إثنان زائد جذر ثلاثة على ماذا؟ على إثنان وها قد تحولت حول ما قام هذه النسبة إلى عدد ناطق فقط أبنائي نأتي بعدها الآن إلى المثال الآخر لهذا المثال هنا كأكيد كذلك نعمل مثل ما عملنا في المثال الذي قبله إذن صبح لنا هنا واحد زائد جذر ثلاثة عفوا جذر إثنان ناقص جذر ثلاثة هكذا في مرافقه وهو واحد زائد جذر عفوا واحد زائد جذر إثنان زائد جذر ثلاثة أما البص بحلنا جذر إثنان ناقص واحد ضرب العدد الذي ضربنا في المقام وهو واحد زائد جذر إثنان ثم زائد جذر ثلاثة هكذا لم أفعل شيء تصبح لنا تساوي مثل ما فعلنا في الأول إذن تصبح لنا هذا مربع ناقص هذا مربع نفس الخطة إذن فماذا يتصبح لنا واحد زائد جذر إثنان الكل مربع ثم ناقص جذر ثلاثة مربع وهو ثلاثة أما البص بحلنا جذر إثنان ناقص واحد ضرب ماذا واحد زائد جذر إثنان زائد جذر ثلاثة الآن تصبح لنا تساوي إذن ها هو أمامكم إذن كذلك هنا نصبح لنا مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الجذاء ثم ناقص ثلاثة هذا ثم عندنا هنا جذر إثنان ركزوا جيدا أعفوا هنا جذر إثنان هكذا أعذلوني جزاكم الله خيرا ثم ناقص واحد في واحد زائد جذر إثنان زائد جذر ثلاثة أكيد عندنا هذا وهذا سوف يذهب فتصبح لنا مباشرة هكذا إذن ماذا يصبح لنا جذر إثنان ناقص واحد في واحد زائد جذر إثنان زائد جذر ثلاثة على إثنان في جذر إثنان يمكن أن نضرب هنا في جذر إثنان ونضرب هنا في جذر إثنان لماذا حتى نتخلص من ماذا من الجذر في المقام تصبح لنا جذر إثنان في جذر إثنان ناقص واحد في واحد زائد جذر إثنان زائد جذر ثلاثة على أربعة لأن جذر إثنان في جذر إثنان هو إثنان في إثنان تصبح لنا أربعة ها قد تحولت تحول مقام هذه النسبة إلى عدد كيف هو ناطق فقط بعدما أنهينا من الجزء الأول من التمرين نأتي الآن من الجزء الثاني قال ثانيا نقارن بين العددين A و B بدون الآلة الحاسبة حيث A يسوينا واحد على جذر ثماني ناقص جذر سبعة و B يسوينا واحد على جذر سبعة ناقص جذر ستة إذن نكتب هنا المقارنة بين العددين من هما A و B إذن هنا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول ندرس إشارة دائما في المقارنة نقول ندرس إشارة الفرق من هو A ناقص B أو B ناقص A إذا حسبنا A ناقص B تخيل ووجدناها قيمة مجابة فنقول A أكبر من B إذا حسبنا A ناقص B وجدناها قيمة سالبة فنقول B أكبر من A إذا حسبنا A ناقص B وجدناها سفة فإن A يسوينا B وانتهت القضية إذن عندنا A ناقص B ماذا يسوي؟ يسوينا A هو واحد على جذر ثمانية ناقص جذر سبعة ناقص B لهو واحد على ماذا؟ على جذر سبعة ناقص جذر ستة مثل ما كنا نعمل سوف نفكر في شيء اسمه المرافق لكل عدد نصبحنا A ناقص B يسوي نأتي الآن إلى الأ إذن جذر ثمانية ناقص جذر سبعة نضربه في مرافقه لهو جذر ثمانية زائد ماذا؟ زائد جذر سبعة وفي البسط كذلك واحد في ماذا؟ في جذر ثمانية زائد ماذا؟ زائد جذر سبعة لم أفعل شيء ناقص B كذلك نفكر في مرافقه إذن عندنا جذر سبعة ناقص جذر ستة ضرب ماذا؟ ضرب جذر سبعة زائد جذر ستة لم أفعل شيء وهنا في البسط كذلك تصبحنا جذر سبعة زائد جذر ستة في واحد الواحد لا يعني لا يحدث لنا شيء يعني يمكن حتى هنا الواحد نقوم بحذ فيها كذا حتى تلاحظوا بأمعين لكم فتصبحنا يساوي العدد الأول يساوينا هذا مربع ناقص هذا مربع يعني تصبحنا ثمانية ثمانية ناقص سبعة والبسط يصبحنا جذر ثمانية زائد ماذا زائد جذر سبعة ناقص المقام كذلك هنا تصبحنا جذر سبعة وهي سبعة ناقص جذر ستة مربع التي هي ستة والبسط يصبحنا جذر سبعة ناقص ماذا ناقص جذر ستة عفوا زائد جذر ستة لأنها من ده ها هو أمكم أكيد تصبح لنا كم تصبح لنا جذر ثمانية زائد جذر سبعة على ماذا على واحد ناقص كم لاحظوا جيدا ناقص جذر سبعة زائد جذر ستة على واحد حتى تفهموا جيدا لأن هذه تعطي لنا واحد وهذه واحد نكمل حساب رويدا رويدا فماذا تصبح لنا جذر ثمانية زائد ماذا زائد جذر سبعة ناقص جذر سبعة ناقص ماذا ناقص جذر ستة لاحظوا وانتبهوا عندنا هذا مع هذا اذهب فاصبح لنا جذر ثمانية ناقص ماذا ناقص جذر ستة الآن كيف نعرف هذه القيمة أيهم أكبر ركزوا جيدا إذن قلت كيف يمكن ذلك كذلك نضرب في شيء اسمه مرافقهما ركزوا حتى تفهموا الفكرة دائما الأمر الجذور نتعام مع المرافق تصبحنا جذر ثمانية زائد جذر ستة لماذا لأن هنا لا يمكن معرفة الإشارة لماذا لأن قلت وأعيد ثمانية وهنا ثمانية زائد جذر ثمانية زائد جذر سبعة وندخل ناقص هنا ناقص جذر ستة وقلنا هنا ماذا على واحد بعدها فوجدنا ماذا وجدنا جذر ثمانية ناقص جذر ستة يعني لا يمكن أن نحكم عليهم أيهما كبير هنا على جذر ثمانية زائد جذر ماذا جذر ستة تصبحنا آ ناقص بيساوينا هكذا يساوينا مربع الأول لهو ثمانية ناقص مربع الثاني الذي هو ستة على جذر ثمانية جذر ثمانية زائد جذر ستة تصبحنا ماذا تصبحنا اثنان على جذر ثمانية زائد جذر ستة وهذه قيمة موجبة تماما كيف ذلك لأن الاثنان موجب والجذر ثمانية موجب والجذر ستة موجب فإن هذه القيمة موجبة نقول هو منه عندنا آ ناقص بقيمة كيف هي قيمة موجبة ننقل هذا إلى هذا الترس بحيانا آ أكبر من ماذا من بي أرجو قد فهمتم الفكرة إذن استعملت المرافق في الحالة الأولى فتحصلت على قيمة لم أعرف إشارتها فضربت كذلك مرة أخرى في المرافق فتحصلت على قيمة عرفته الإشارة لأن الاثنان ثمانية ناقص ستة هو اثنان والمقام هو جذر ثمانية زائد جذر ستة يعني زائد بينهم لا يحدث شيء زائد وزائد يعني أصبحت هذا الفرق كيف هو موجب مما نقر على أن آ ناقص بإعطانها قيمة موجبة أي ننقل هذا يصبح هنا آ أكبر من بي فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وأبنائي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحمة على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين الموجودة أسفل كل فيديو ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته